سبول تمتين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لأسيما الاقتصادية والتجارية والسياحية والزراعية والدفاعية عنوان المباحثة التي عقدها اليوم جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة البولندية وارسو مع الرئيس البولندي أندري دودا جلالته جدد التأكيد على التزام المملكة بالعمل لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أن الأردن اتخذ السلام خيارا استراتيجيا ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن وقع معاهدة السلام مع الاحتلال قبل 27 عاما وما زال موقفه ثابتا في دعم كل الجهود الساعية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية ولفت جلالة الملك إلى مواصلة الأردن بذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها